ونبدأ مع حضراتكم فقرة الصحافة واسمحونا نرحب أستسطار سعيد مدير تحريك جديد الكرامة صباح الخير صباح الخير أهلاً سريعاً قبل ما نبتدي أخبارنا من النهاردة لو سألت حضراتك عن قراءتك المشهد السياسي في الأسبوع المصر المرت بي هو أسبوع ساخن جداً وملتهب جداً ويحمل كثير يعني حمل الكثير من الجدل حوله كثير من القضايا يمكن أهمها في مجلس الشعب الأسبوع الماضي والكلام عن تقرير لجنة التقرير المبدأي للجنة تقص الحقائق وما أثاره من لغات طبعاً غني عن القول أنه هو نقول في مسباحة برسعيد يعني تقرير تقص الحقائق بقى دلالة على مسباحة برسعيد التقرير أثار جدل داخل البرلمان لم يعني يسعد كثيراً من البرسعيد ونواب برسعيد الموضوع برضو اللي حصل بعدها أنه في لجنة حاولت تروح توفق الأوضاع حصلت مشكلة ثم الجدل الآخر برضو المرتبط بفكرة الترشح للرئاسة ومحاولات بعض المثقفين إقناع نبيل العربي بالترشح لهذا المنصب الرفيع وطبعاً موضوع الفتنة التقفية اللي بتطل برسها من جديد ما حصل في قرية ميت بشار والحادثة الغريبة اللي حصلت في قرية شرباط في العمرية أنه لأول مرة في تاريخ هذا البلد يتم تهجير تمن أسر مسيحية إلى مكان آخر وده يعني لازم نتوقف عندها كثيراً ونفكر فيها كثيراً ونستعيد أشياء كثيرة يعني لروح هذا البلد بدأت أن هي تفقده سوى صاري سعيد معنا أخبار كثيرة جداً هتنتناقش فيها وناخد كل خبر بتفاصيله بس سمح لنا نشوف تقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلام فشل الاعتزام المدني الإسبوع اللي فات طبعاً كنا فاكتين أنهم يعملوا حاجة بس ولا أي حاجة والعطصام ده مش هيغير أي حاجة أكتر خبر لفت نظري أسبوع اللي فات أنه هو مجلس الشعب هيفعل قانونها محاكمة الوزراء مسيرة الألترة السبع اللي فات كله كانت دي أحسن حاجة وممكن دون الناس اللي ممكن نقول حق الشوى ده يرجع أكتر خبر لفت نظري مجلس الشعب يقرر تفعيل قانون محاكمة الوزراء أكتر خبر لفت نظري هو تاكيز مستشفة وراء وخاصة أن التاكيز ده عمر ما كان هيتم لولاً رئيس معمول رئيس يعني لما مجلس الشعب فعل قانون له بتاعة محاكمة الوزراء وده حاجة جديدة يعني هو تهديم موعد رئاسة اللي في عشر مارس إن شاء الله وربنا يسهل مسيرة الألترة السن النادي الأهلي أم مخرج بمظاهرة نتيجة الأحداثة الحاصلة في حديث بور سعيد تخريب اللي هي المنشآت في اليونان وحريق المنشآت الحكومية كلها في اليونان وما شوفناش حد منهم طلع قال أنتم بتخربوا البلد وما شوفناش حد منهم طلع والحكومة ذات نفسها بتتكلم بتقول في زل الإفلاس وأن الحكومة وما فيش فلوس خالص بيتكلموا عن البشرية ما تضربش عليهم قرطوش ما تضربش عليهم رصاص المبادرة اللي عملها الشيخ محمد حسان وكده إن هي فايدة للبلد وإن قاطع المعانون الأمريكية مش هيهدد البلد والاكتصاد المصري وكده النزام بيها تاخد كاس الأمر الأفريقية في الأول مرة في تاريخها فشل العسل المدني دي كانت دعوة لتخريب مصر مش دعوة إنه إحنا نضغط على المجلس العسكري أو إحنا مثلا بنطالب بيسكت حكم العسكر بس مش بالطريقة دي لأ فيه طرق تانية ومشروعة كتيرة غير إن إحنا نعمل كده في إن إحنا نزهر مظهرة سلمية بس مش إن إحنا نضع يعني يوم زي دعوة ده بيخرج كتير قوي في البرصة هو على إن ما فيش انتخابات ما فيش يعني إقبال على انتخابات مجلس الشورى لإني أنا من خلوجة نظر أشوف أنه هو المجلس ملوش أي لازمة خالص ما بيفتش البلد في أي حاجة بس له تحميل أعباء ونفقات زيادة على الدولة لإني يعني المحفلات الحاجات تبقى من دور مجلس الشعب ورجعنا لكم مرة تانية على همان مباشرة وتعليق أسترق سعيد سريعا على تقرير اللي إحنا نشوفناه واللي كان عنوانه خبر لفت نظرك في خلال الإسبوع ده أنا بس لفت نظري حاجة مهمة فكرة فشل للعسين المدني لم تكن هناك دعوة للعسين المدني كانت هناك دعوة للإضراب العام هناك فرق كبير بين فكرة الإضراب العام كأداة من أدوات العمل السياسي السلمي والعسيان المدني كأداة أخرى هناك فرق كبير بما تم الدعوة عليه ده صحيح هو الدعوة للإضراب العام ومجموعة من التظاهرات تصب أمام مقر وزارة الدفاع وأعتقد أنه في دلالة مهمة لنجاح هذا الإضراب على الأقل طلابيا الحركة الطلابية استعدت عفيتها وقوتها وقالت أنا موجودة وأنا لي صوت مسموع وإذا كنا خرجنا بهذا المكسب فقط ده كويس جدا لكن لما يكن هناك دعوة للعسيان المدني عشان بس الناس ما تخلطش بالضبط لأن كان فيه دعوات كتيرة جدا بتحاول تقول للعسيان مدني حرام ما كانتش فيه دعوة للعسيان المدني خلينا بس يعني على حد علمي يعني خلينا نبدأ على طول وجريز المصر اليوم مصادر اجتماعات سرية بين الإخوان والعسكري وأحزاب ليبرالي اللي اتفاقها لنبيل العربي رئيسا طبعا فكرة نبيل العربي دي بتدور بقالها من شهر يناير اللي فات ونشر فيه أكثر من جريدة يعني وأعتقد أنه الزملاء العزاء في جريدة الشروق كان لهم سابق في سبع يناير الماضي عندما نشروا مفاوضات حول نبيل العربي أو محاولات لإقناع نبيل العربي مرشحا للرئاس مرشحا الرئاسة يعني الاسم ده طرح قبل كده آه مش أول مرة ونبيل العربي نفع طلع أنا لا أفكر في الترشح للرئاسة مطلقا ثم غير للرئاسة الآن والفرق بينهم كبير في حدود معلوماتي أنه المفاوضات بالمناسبة مش أحزاب ليبرالية بتتم بشكل رئيسي في شخصيات ليبرالية الأحزاب الليبرالية لم تدخل في هذا الموضوع في شخصيات ليبرالية بعد انسحاب البردعي ذهبت إلى نبيل العربي في محاولة لإقناعه ثم حصلت مفاوضات ما بين المجلس العسكري وقيادات الإخوان للمحاولة على التوافق حول مرشح رئاسي لم يكن نبيل العربي وحده في القائمة كان هناك منصور حسن وعمر موسى ده ما دار مفاوضات وانا علمت ان هناك تم لقاء ما بين نبيل العربي ومحمد البردعي في أحد الدول الأوروبية يمكن الأسبوع اللي فات وتم الاتفاق على أن يعلن البردعي تأييده للعربي في حال نزوله ده الخبر المهم في هذا الموضوع أنه الناس مش مدركة حاجة مهمة جدا فضل فضل أن فيه ثورة حصلت في هذا البلد وأن الشعب المصري أبرأ أنه هو يقاد كالقطيع أنه يقعد فلان وفلان وفلان احنا اخترنا فلان فحنبلعه للناس ده كلام خلص وانتهى في هذا البلد واللي عنده فائد قوة يعني إذا كان الإخوان عندهم فائد قوة أو المجلس العسكري عندهم فائد قوة وجهاز الدولة يظنوا أن الدفع وراء مرشح بعينه أو أن بعض وسائل الإعلام تظن أن وراء الدفع بمرشح بعينه آه يعطيه فرص في المنافسة يعطيه فرص لكنه لن يعطيه أبدا سك إنه لما ينزل الانتخابات دي حيكسب ده كلام خلص في مصر هناك مرشحين جدين آخرين لديهم فرص هيلة ينتموا إلى جيل أقرب إلى جيل السابعنات وأقصد بذلك اسمين تحديدا حمدين صباحي وعبين عمر الفتوح لديهم فرص هيلة عندهم عمق مجتمعي عندهم خبرة طويلة في العمل السياسي وأنا أعتقد أنه السباق الرئاسي حيبقى فيه خمس مرشحين جدين والمفاجآت ورد حمدين صباحي عمر موسى عبد المنعم بالفتوح حازم صلاح أب اسماعيل طبعا ونبيل العربي إذا أعلن يعني دول إحنا إذا أربع مرشحين أعلنوا إحنا هنخود هذا التنافس إلى آخر طبعا نبيل العربي وارد الباب لكنه لم يعلم بعد ووارد أيضا المفاجآت ده صحيح نروح لجارية الأهرام والصفحة الأولى الأظهر يتبنى مبادرة لال المعونة الأمريكية تفاصيل الخبر طبعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر رجل الحقيقة من من بعد الثورة هو يتميز بمواقف وطنية محترمة محترمة وبتبنى مبادرات محترمة كان قبل كده طلع وثيقة الأظهر اللي تبنت فكرة مدنية الدولة المصرية بلوافف عليها كل الأحزاب في مفاجأة زعاجة الإسلاميين يعني هو هذه المرة يتبنى مبادرة لال المعونة الأمريكية أنا عايز أقول لك المعونة الأمريكية شر المطلق شر المطلق هل شعب المصر بيحس بيها لم تستفد منها مصر بصبت أكتر من تلتين المعونة الأمريكية بتروح استشارات يعني في صورة استشارات المستشارين أمريكان ثانيا أنا يعني مش قادر أفهم يعني إيه مصر العظيمة دي الكبيرة دي إنه بعد ثورة نقول إنه واحد وثلاثة من عشرة مليار دولار هم دول اللي حينقذوا لإقتصاد المصر هم دول اللي حيدوروا عجلة الإنتاج من لا يملك قوتة يومه لا يملك قراره امتلاك القرار المصري مرهون إن أنا أفك عناصر الضغط مم على هذا القرار وأهمها المعونة الأمريكية الكنز الاستراتيجي اللي قالت عليه إسرائيل ورجل أمريكا في مصر انتهى وخلع مم فلا داعي لهذا الكلام نصر تمتلك من المعونة أنا عايزة قولك حاجة زبط فقط أخرج من المائة مليار دولار مم اللي وصلوا مصر من المعونة الأمريكية تبخروا هتش عرفوا ما راحوا فيه وغيرها غيرها يا فهيهي لكلام كاترين أشتون مفاوضة الاتحاد الأوروبي لما قالت إنه آآ آآ في خمسة تريليون دولار تريليون مش مليار نهب نهب من مصر في عهد مبارا مم ما حاتش يعرف هما راحوا فيه لا في مصر كثير فهنا غيرها كمان انتخبات الشورى الأخيرة يمكن نسمعنا مليار جنيه بلا فائدة يعني لكلات الفلوس دي يعني راحت مثلا العشوائيات للمشاكل اللي عندنا كتيرة جدا اللي ممكن تتحلم متهائل يعني الأجور الأجور العدل الاجتماع يعني يعني حد أدنى وحد أقصى يعني يعني كنا حالتنا مشاكل كتيرة يعني عندكم مشاكل في التلفزيون في موضوع الأجور ده يعني ما تقليفش علينا المواجهة يا فانتم خلينا نروح جريد الشروق ومبارك في ترى الشهر المقبل أنا عايز أقولك مبارك في ترى الشهر المقبل هما عاملين له جناح متكلف اتنين مليون جنيه يعني يا فانتم يا فانتم بلايش الأخبار دي على الصبح سيشبه سيشبه كثيرا جناحه في مستشفى الدولي مستشفى الدولي وانا عايز أقولك انه الاتنين الجاي آخر كلام في مرافعات الدفاع ستحدد الجلسة للنطق بالحكم لن يحصل مبارك على حكم يعني مش هياخد حكم إعدام هتبقى مستنية المسائل لما يكمل 85 سنة هو اقتربة جدا من 85 سنة ولا إعدام بعد سن 85 سنة بحكم القانون فهياخد عقوبة سجن عايزين نقفل هذا الملف ياريت إغلاق هذا الملف يعني أحكام عادلة تهد أهالي الشهداء اللي هم بيطلبوش يعني ولا بفلوس بيطلبوا فقط بالقصاص بالقصاص العادل من القتلة فكرة بقى لعيب الدفاع وانو فارد يقود دي بيقوله ده راجل مسؤول بحكم المنصبة وعن ما حدث في هذا البلد في فترة الصور أكيد فهنا وقتنا خلص بس أنا عايزة أعود مع حضرتك أكتر فنختار معلش خبرين بس ثانية خبرين هدريك تختار خبرين معنا ويعني نروح العليا الرئاسة تنفي تحديد موعد نهائي للانتخابات ده عكس كلام قيل قبل كده أن هنفتح الباب عشرة مارس نقفله في آخر مارس ثم نعمل دعاية لمدة خمسة واربعين يوم ثم ننتخب فده بيتصف كل الكلام اللي تقال قبل كده ويرجعنا تاني البيضة ولا الفرخة ولا الديك ولا الكاتكوت احنا مش عارفين حاجة ده الصورة وقت خلاص أشكرك يا فندم جدا طيب خلينا نيجي أخباط يتظهرون أمام البرلمان احتاجا على التنفيذ عشان دي حاجة مأساة مأساة يعني فكرة أنه فيه تهجير في هذا البلد وإحنا دولة مدنية من سبعة تلاف سنة نرجع تاني إلى الخلف ده يخلينا نحسس قوي وإحنا بنتكلم عن الدستور الجديد كيف سكون شكل الحريات العامة فيه من حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير وأعتقد أنه المعركة التي تساوي في أهميتها معركة الرئاسة الدستور القادم فنخلي بالنا إيه اللي حيتحط في الدستور وسمحني يا فندم كمان أقول لحضرتك كمان فكرة تفعيل القانون يعني سيدة القانون مش موجودة يعني نحن لسه شغالين بنفس النظام القديم تبويس اللحة شيخ يبوس السيس ونعمل جلسة عرفية ونسوي المسألة وكل حاجة تخلص ده كلام برضو لم يعد له فائدة لو دم تهجير الأسر دي بعد كده حيقام الحد على أي حد بقى ظاهرة ظاهرة يعني إذا لم تعالك بشكل قانون المحترم ممكن أن تتكرر أشكرك يا فندم أشكرك إهنا هنتلعنا نشوف تقرير بس محولي الأول أشكر أستاري سعيد أشكرك يا فندم جدا جدا وننتقل لفاصل ونشوف معاكو التقرير ونكمل معاكو بقية فقرات نهرك سعيد موسيقى موسيقى موسيقى